فالغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله نشر التوحيد وإفطال الشرك لأن الدين لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة حق لله فمن عبد غير الله فإنه يدعى يدعى إلى الرجوع إلى الإسلام والتوبة وإخلاص التوحيد فإن أبأ فإنه يقاتل الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة والجهاد بالدعوة والجهاد الدعوة أولا ثم الجهاد بعد ذلك لأن لا ينتشر الكهر في الأرض قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في الآية الأخرى ويكون الدين كله لله لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين كله لله ليس فيه عبادة لأحد أو لمخلوق بل العبادة للخالق سبحانه وتعالى هذا هو الغرض من الجهاد نشر التوحيد ومحو الشرك من الأرض لأن الله خلق الخلق لعبادته فإذا عبدوا غيره فإما أن يتوبوا ويرجعوا وإما أن يقاتلوا ولا يتركون لأنهم لو تركوا لنشروا الكفر لأن الكفار يدعون إلى الكفر فالكافر إذا كان كفره ينتشر يقاتل أما إذا كان كفره قاصرا عليه كفره قاصر عليه ما يدعو إلى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر وإنما هو مقتصر على نفسه فهذا لا يقتل لأن كبار السن من الكفار الشيوخ والنساء والأطفال والرهبان في صوامعهم هؤلاء لا يقتلون لأنهم كفرهم قاصر عليهم وكذلك من خضع للإسلام وبذل الجزية من خضع لحكم الإسلام وبذل الجزية فإنه لا يقتل يترك على دينه وتأخذ منه الجزية ويكون تابعا لحكم الإسلام وهذا شره يقتصر عليه معلوم أن الذي تأخذ منه الجزية أنه لا يدعو إلى الكفر لو دعا إلى الكفر انتقض عهده انتقض عهده فهو مستسلم مستسلم تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية التي فيها الذلة والصغار هذا يترك فالذي يدفع الجزية لا يقتل الشيخ الكبير لا يقتل الصبي الأطفال لا يقتلون النساء لا تقتل الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم للعبادة لا يقتلون أيضا ترجمة نانسي قنقر